بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي وأصدقائي في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان هناك تصريح للسيد نقيب المعلمين يوم الاثنين الماضي بتاريخ 23 تسعة الحالي اللي هو 23 سبتمبر كان بيقول فيه طبعا الكلام ده كان التصريح في اليوم السابع كان بيقول فيه إن النقابة بتحاول تدبر مبلغ 170 مليون جنيه لصرف دفعة اكتوبر معاشات اكتوبر للسيد المعلمين أعضاء وبرسة ويقولنا يعني ممكن يكون هناك تأخير للصرف علشان بيقول كده لأن طبعا كان السنة الفتت كانوا صرفوا دفعة اكتوبر دي في 30 عشرة ده الكلام ده السنة الفتت ولكن منذ قليل أعلنت نقابة المعلمين اليوم يعني أعلنت اليوم في صفحتها الرئيسية اليوم اللي هو 29 تسعة إن النقابة إن شاء الله هتصرف دفعة معاشات اكتوبر للأعضاء والورثة وذلك يوم الأربعاء الموافق اتنين عشرة الفين أربع وعشرين يعني يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله اللي هو 2 اكتوبر هيتم صرف معاشات دفعة اكتوبر للأعضاء والورثة حضراتكم القناة عندي يعني إحنا بننوه ما بنقولش أي حاجة ولا بنضلل الناس أي حاجة معلومة صحيحة إن شاء الله بتكون عندنا بإذن الله تعالى في القناة ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى ما بنعملش زي أي خنوات تانية بتنزل أي حاجة أي أخبار وخلاص لا إحنا بنقول ونتحرط دقة في الخبر حتى يكون الخبر صحيح بإذن الله تعالى فإن شاء الله الصرف هيكون إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق اتنين عشرة دي لدفعة اكتوبر إن شاء الله معاشات أعضاء وورثة لسادة المعلمين كل عام وكل دفعة حضراتكم بألف صحة وخير تحياتي لكم جميعا دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا